افتتحت مساء اليوم فعاليات المعرض التشكيلي للفنان نوار اسطنبولي في صالة الخنجي بحلب ويستمر خمسة ايام هو عبارة عن تجسيد لحالة ذكرى للطفولة اللي انا عشتها بمنطقة كان فيها كتير اشياء جمالية اشياء بتلامس فكرة الطفولة بحد ذاتها حاولت استحضر هذا الاحساس عن طريق اماكن انا مريت فيها بطفولتي وبحالة مغيرة للواقع تماما يعني هي فيها شيء موجود من الواقع تمام بس بحالة رومانسية خليني اقول او خليني اقول بحالة انطباعية نوعا المعرض نوار اسطنبولي هي تجربة الاولى لقاله بعد تخرجه هي تجربة جديدة ويحكي فيها عن طفولته مع الطبيعة تجربة فعلا جميلة المعرض تقنياته جميلة حلوة وجديدة وهي اول مرة بنزلك تقنيات والمناظر اللي شغل عليها كلها من ذاكرته زاكرة الاساسية للمناظر الطبيعية الوانه شوي غام اي وفضل انه كانت شوي تعطينا كشفية اكثر يعني تعطي اضاءات اكثر هلا هي تجربة الاولى انا بعتبرها انه مش شي جميل جدا انا بالنسبة لالي بالنسبة للي يقدم من جيله طبعا اني لسه فيتين باللعبة الكلاسيك والواقعية والنسخ والطبيعة الصانطة يعني الاشياء المدرسية هلا هو انا فشوف ريان انه عمل قفص جميلة فات مباشرة بعد تجريه اهد انصر الطبيعة هو رئيسي بس يعني فككه بطريقة تشكيلية جميلة جدا اعتمد على الالوان البارضة الباهتي اذا فيدي يسميها هلا المعرض هو انا برأي خطوة كتير مهمة لانه نحن صلنا فترة من لاحظ انقطاع بالحركة التشكيلية الشابة صار كتير زمان ما في فنان شاب او فنانة شابة فضحوا معرض يكون كله اصيل لوحات مانا معروضة من قبل وبالزات انه هو معرض مهم من ناحية التقنية ومن ناحية الموضوع فانا برأي انه هذا شي كتير مهم كمان بفيد طلاق كليات الفكون الجميلة وكل المتلقين عموما اشتركوا في القناة